تصوروا قبل قليل ذكرنا لكم أن أهل غزة يأكلون أوراق الشجر يموتون جوعا ونحن ندفع لطليان في مباراة 250 مليون من يفعل هذا؟ هل يفعل هذا عاقل؟ هل يفعل هذا مسلم؟ هل يفعل هذا من يعلم أن وراءه يوما يشيب فيه الولدان؟ هل يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أموالكم أين تذهب؟ أموالكم يجب أن تصرفوها على بلادكم وعلى بلاد المسلمين التي تستحقها أنصر المجاهدين ودعموهم وكل المال الذي يمكن أن تتحصوا عليه أصرفوه على بلادكم في البنية التحتية حيث تلقى البلاد والناس بعد عشرة أو عشين عام يلقوا عشي يرجعوا يلقوا ما يأكلوا خمرة وتلقوهم والله إذا مضت الأمور على هذه كل نهبة وكل صرف والطايح مرفوع وكان عندنا شكارة مليانة نجبدوا منها وللتكملوا بعدين نقول في مجاعة؟ كأنكم تقولون لأجيادكم وأحفادكم بعد مدة وليست أراها طويلة أنكم عليكم أن تموتوا جوعاً وأن الناس سيرجعون إلى ما كانوا عليه في الـ 48 والـ 45 كلهم يجلوا ويذهبوا ليمشي لتونس والصحراء ولكذا بحيث يبحث عن لقمة العيش حتى لا يموت جوعاً إذا لم نتدارك عنفسنا هذا المال الموجود عندنا يعني هذا من الكفر بنعمة الله أننا نصيفه ونبذذه ويمشي في الصفقات وفي هذا أعطيه مية مليون وهذا خمسين مليون وهذا سرقات إلى آخره وتحايل على أعطاء العام وتحايل على مشاريع وهذا لحفتر يبني به مش عارفه وهذا يعني أرقام فلكية وبلادكم محتاجة محتاجة إن تبنوا فيها مؤسسات على الأقل يحتاج يلقى ما يخدم يلقى كفعيش يلقى كهرباء مستقرة يلقى ما يشربه يلقى مصانع يخدم فيها يلقى بنية احتية صحة وزارة صحة وزارة تعليم لا شيء لا صحة ولا تعليم ولا مؤسسات كل شيء ما الكل يصرف في غير طاعة الله وأكثره سرقات ونهب وعندنا أموال كثيرة وهذا من كفران بنعمة الله فعلينا أن نتدارك أنفسنا ولا يحلنا أن ندفع لفريق في إيطالي ولا في غيره ولا عند المباراة نصرف علي هذه الأموال ونحن في أمس الحاجة إلى الضروريات اشتركوا في القناة